أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكثير من متتبعي الكرام يتساءلون حول أتمنة هذه الخردة أو بالأحرى المعادن المستخرجة من الخردة في هذا الفيديو سوف تتعرف على أهم المعادن المستخرجة من الخردة وكذا أتمانها إذن تابعنا إلى آخر لقطة في الفيديو ولا تنسوا الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم لأول مرة تشاهدون هذه القناة أنا هنا صنفت الخردة إلى عدة مجموعات سوف نبدأ بالمجموعة الأولى والأهم هي مجموعة النحاس إذن بعد قليل سوف أريكم مجموعة النحاس هذه هي مجموعة النحاس أو خيوط النحاس على اليمين هناك خيوط النحاس مغطات بالبلاستيك هذا النوع من الخيوط يباع بأتمنة قليلة حوالي 20 دلهم أو 15 دلهم وهذا هو الأغلاء هذه الخيوط تسمى خيوط نحاسية النحاس الأحمر لأنه خالص نحاس خالص غير مخلوط بمعدن آخر كذلك يوجد أيضا النحاس الأصفر أنا أتوفر فقط على هذه الأنتيناء هذا هو النحاس الأصفر الذي يوجد في طرف هذه الأنتيناء كذلك نحاس الأحمر يصنع منه الصنابر صنابر نحاسية الصفراء هي خليط من النحاس والنيكل وتباع بحوالي 30 دلهم أو 35 دلهم كذلك الحديد هذه قطبان حديدية عادية لاحظوا أن المغناطس يجذبها تباع بحوالي ربع دولار يعني 50 ريال مغربية أو دلهمان ونصف كذلك هذا مصنوع من الحديد يعني حديد هو أقل يعني أقل الأتمان برد الهواتف النقالة هي أيضا باهدة التمان خصوصا الحديثة منها هذه تباع بحوالي 150 دلهم كذلك البرد الحديثة تباع ب350 دلهم هذا أيضا ألومينيوم مستخرج من برد التلافيذ أو أجهزة التلفاز القديمة هذا ألومينيوم يباع بحوالي دولار واحد أيضا برد الكمبيوترات أو الحواسيب القديمة تباع أيضا كاملة هكذا أيضا هذه المحولات يعني محولات الكهربائية الصغيرة فيها الكثير من النحاس كما تلاحظون فيها الحديد والنحاس وقليل منها البلاستيك تباع ب15 دلهم أنا أفضل أن يعني أعيد تدويرها أعيد استعمالها عوض أن أبيعها هذا يعني رافع للجود يوجد بتلفاز قديم جدا له قيمة ودلالة أنا أفضل أن أستعملها عوض أن أبيعها أو أرميها إذن هذه يمكن أن نستخرج النحاس ونفصله عن الحديد إذن أبخص شيء هو الحديد يتبعه الألومينيوم حوالي دولار واحد ثم هذه البرد سبق لي أن بيعتها هذه البرد من جهتين نحاس من جهتين نحاس بيعتها بحوالي 15 دلهم قال لي صديق بأنها أكثر أو أغلى من ذلك تمنها أكثر من ذلك هذه كما قلت برد الهواتف قال القديمة تبع بـ 150 درهم أعيد بأن البرد الهواتف الحديثة هي أكثر أو أغلى تمانا إذا هذا كل شيء في الفيديو أتمنى أن أفيدكم ولو بقليل لا تنسوا كذلك ببعتكم لأسئلتكم وتعليقاتكم المشجعة وكذا يعني انتقادتكم البناء أتمنى أن يروقكم هذا الفيديو شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى